بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة بسم الله الحمد لله اللهم صلي على محمد وعيده علي محمد أصول الثلاثة يدنا قلند الدين صراحان إن شاء الله نعم يبقى آلم بك نظر نعم قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن المختصر نسأل أسئلة خمسة إيه السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لو سألنا سعر قال لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس النحو أو مثلا الفقه؟ نعم الثلاثة نعم الثلاثة فقه بثلت لأن التوحيد هو حق الله العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد لا يدخل جنة إلا موحد قد يسأل سائل أي واحد منه يقول هل أنت موحد تقول نعم أنا موحد يقول ما هو التوحيد إذا عرفت التوحيد هذا معنى أنك موحد إذا لم تعرف التوحيد نقول هذا شهادة الزور نعم ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك أنا موحد يقول لك ما هو الشرك الذي حرفه الله عليك إذا تعرف الشرك هذا معنى أنك بإذن إلا تعرف الشرك وتشتري بالشرك لكن إذا كنت لا تعرف الشرك لقل لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري إذا أوجب الواجبات و أول واجبات هو التوحيد وأعظم المحرمات والسلام هو الشرك والله أعلم أتفا أتو من نامة بعد تحرير مناس للقرآن أتو من ريا نشتما يا كاريما أتو الله مبانك جلقا ينا شركو ما مملك شكرا